موسيقى لا يزال الجدل والاحتقال السياسي والشعبي سيد الموقف في اقليم كتالونيا الاسباني بعد الاستفتاء الذي اجرته حكومة الاقليم على استقلاله عن اسبانيا استفتاء قالت حكومة الاقليم انه اظهر باغلبية ساحقة الرغبة في دولة كتالونية مستقلة الحكومة الاسبانية التي وصفت الاستفتاء بانه غير دستوري وغير قانوني وحاولت منعه بالقوة وهو ما تسبب في اصابة نحو الف من المصوطين في المواجهات التي شهدتها من الاقليم حكومة اسبانيا تريد مزيدا من التأييد من الاوروبيين لموقفها اما الاوروبيون الذين يشعرون بشيء من الحرج لانهم يقولون انهم يحترمون الديمقراطية وحرية الرأي وحق شعب كتلا في قول ما يريد فهم يعبرون عن رفضهم عموما لانفصال الاقليم لانه سيكون سابقة خطرة تضعف بنيان الاتحاد الاوروبي واعضاءه وتهدد مستقبله ازمة سياسية تواجهها اسبانيا لأول مرة منذ عقود بعد اعلان حكومة كتالونيا ان 90% من الذين صوتوا في الاستفتاء الذي حضرته مدريد اختاروا طريق الانفصال عن اسبانيا ازمة بدأت تتفاقم مع استخدام الشرطة الاسبانية للعنف اثناء اجراء الاستفتاء ما اسفر عن اصابة نحو 840 شخصا بجروح واثار موجة عارمة من الغضب والسخط في الاوساط الداخلية ولكن يبدو ان حكومة اقليم كتالونيا مصرة على التصعيد فقد طالب رئيس الاقليم بانشاء لجنة خاصة للتحقيق في دعاوى اساءة استخدام السلطة كما طالب بضرورة اخراج الشرطة الاسبانية من كتالونيا مؤكدا انه سيبدأ العمل القانوني ضد المسؤولين عن العنف خلال الاستفتاء كذلك دعا رئيس الاقليم الاتحاد الاوروبي الى الانتخارات بشكل مباشر في النزاع بين كتالونيا والدولة الاسبانية مضيفا انه سوف يعرض نتائج الاستفتاء على برلمان الاقليم للمضي قدما في طريق الانفصال وتضمن قانون الاستفتاء امكانية اعلان الانفصال من جانب واحد من قبل برلمان كتالونيا اذا صوتت الاغلبية لصالح هذه الخطوة وترافق ذلك مع دعوات لجماعات مؤيدة لانفصال الاقليم ونقابات عمال للقيام باضراب عام يوم الثلاثاء فهل تنتظر الحكومة الاسبانية حدوث ذلك ام انها ستلجأ الى حقها وفقا للدستور باقالة الحكومة الاقليمية ووضع اقليم كتالونيا تحت السيطرة المركزية انتظارا لانتخاب حكومة جديدة ومعنا من باريس الباحث السياسي والقانوني مناف الكيلاني اهلا بك سيد منافع براسكاي نيوز عربية هذا الموقف الخجوء للمفوضية الاوروبية بشأن الانفصال تحدثت بانه مخالف للدستور الاسباني ولم تطلق الى بعد من ذلك كنا تبعنا تقارير ايضا خجولة عن التدعيات الاقتصادية ان كان على اسبانيا وحتى على الاتحاد الاوروبي لماذا لم تواجه العواصم الاوروبية بشكل كبير هذا الانفصال ولم تدعم ايضا الحكومة الاسبانية بشكل مباشر لسبب رئيس واحد وهو ان الحكومات الاوروبية برمتها لا ترغب في تدخل بشأن داخلي يعني فقط واحدة منها وهي الحكومة الاسبانية دستوريا وقانونيا وحدها الحكومة الاسبانية معنية بما يجري داخل اراضيها ولكن حين تعطي مؤسسات الاتحاد الاوروبي حقوقا للأقليات حقوقا للثقافات التي تعمل بشكل جزئي على اراضي اوروبية عندما تتكلم عن حقوق للمناطق الاوروبية في الدفاع عن نفسها وان يكون لها الصوت مسموع في ذات الوقت تنسحب مؤسسات الاتحاد الاوروبي وتقف موقف متفرج عندما يكون الامر قد وصل للمستوى هذه الازمة وبالنسبة لجارات على الاقل اشجارة الكبيرة لاسبانيا وهي فرنسا التي تقف موقف متفرج فعلا لم نسمع البارحة ولا اليوم حتى مسؤولين فرنسيين كبار يتحدثون عن ردة فعل رسمية تجاه ما يحدث في اسبانيا لماذا؟ لان اقليم كتالونيا هو ليس اقليم فقط اسباني هناك ما يسمى بكتالونيا الشمالية الواقعة في فرنسا في جنوب فرنسا وهي التي تصل من مدينة بيربينيا إلى مشارف مدينة تولوز هذه المنطقة تعني طبعا فرنسا وتعني كذلك الكتالونيين في الشمال والجنوب لذلك هناك تخوف أن يكون هناك عدوى عدوى ليس فقط للكتالونيين الفرنسيين بل للكرسيكيين الذين سيطالبون بكل تأكيد بوضع مماثل لكتالونيا الحالية ليس وضع الاستقلال ولا الانفصال ولكن وضع الحكم الذاتي وكذلك أحد من يسمى الباسك الفرنسيين الذين سيطالبون بأن يكون لهم وحدة مصير أو نوع الوحدة الثقافية مع إخوانهم الباسك الإسبانيين سأقاطعك أستاذ مناف هنا تحديدا هذا الربط بين الجزيرة الفرنسية وبين هذا الإقليم ولكن إن كان الحكومة الفرنسية أو حتى الحكومة الإسبانية ألا يشعر هذه الشعوب من هذه الأصول البعيدة عن النهج الأوروبي التقليدي ألا تشعر أيضا بالكراهية تجاه الأجانب والذي لم تعالجه لا باريس ولا حتى مدريد طوال قرن من الزمن الحقيقة سيدي أن مسألة كره الأجانب أصبحت مسألة ثانوية عندما يتعلق الأمر ببناء دولة جديدة أو بالحصول على الاستقلال ولو نوع من الاستقلال أو الحكم الذاتي داخل حدود الدولة المركزية إن كانت إسبانية أو فرنسية صحيح أن هناك نوع من كره الأجانب بشكل عام في كورسيكا ونوع من العداء كذلك في شمال إسبانيا أي في كتالونيا تجاه الأجانب ولكن الأجانب بشكل عام بما فيهم فيما يتعلق بكتالونيا الإسبان المنحدرون من أصل غير كتالوني أذكر سيدي بأن فقط ثلث سكان كتالونيا هم من أصل كتالوني لأن هناك موجات هجرة كبيرة منذ الأربعينات وحتى اليوم استمرت من مناطق إسبانيا الفقيرة إلى كتالونيا الغنية وهذا ما جعل المطالبين بالاستقلال أو الحكم الذاتي في موقف نسبيا ضعيف رقميا ولكن إن رأتينا إلى عدد الكتالونيين حقيقيين من أصل كتالوني فأغلبيتهم ترغب فعلا بالاستقلال لأن هذا الاستقلال كان حلم أثناء الحكم الجمهوري كان هناك حكم ذاتي ولكن النظام الفرانكو قضى على كل أشكال الحكم الذاتي سواء في كتالونيا سواء في الباسك أو في مناطق أخرى في إسبانيا وهذه العودة إلى الماضي عودة إلى الشياطين القديمة للحرب الأهلية الإسبانية تعني أن إسبانيا لم تلأم بعد جراحها التي خلفتها الحرب الأهلية الإسبانية للأسف ولكن برشلونة لها طبع مختلف هناك عشرات الألاف من غير الكتالونيين في هذه العاصمة السبب الاقتصادي الذي تحدث عنها الثقل هو فقط هذا الثقل الاقتصادي الأترياء هم فقط في برشلونة والمناطق تحديدا البعيدة الشمالية في هذه الأقليم هي مناطق مهمشة أو فقيرة إلى حد ما لذلك سيدي ليس العام الاقتصادي بالعامل المهم الذي يحاول بعض التركيز عليه والتشديد عليه العامل الأهم هو عامل الانتماء الثقافي والانتماء اللغوي والمطالبة بنوع من الحكم الذاتي الذي رفضته الدولة المركزية كان حريا بالدولة المركزية التي تقول بأن السفتاء غير قانوني وغير تستوري وهو فعلا غير قانوني وغير تستوري كان حريم بها أن تتفاوض مع الحكومة المحلية كتالونية كي تنظم نوع من الاستفتاءات نوع من الاقتراعات التي تلزم الطرفين والتي تؤدي إلى نتيجة أكثر إيجابية لأن المطالبة بالاستقلال لم تكن المطالبة الأولية وأنها جاءت على خلفية إلغاء الوضع الدستوري الذي منحته إسبانيا الدولة المركزية لكتالونيا في عام 2006 ثم تراجعت عنه في عام 2010 أي أن في أربعة أعوام كتالونيا حكمت بطريقة غير دستورية وغير شرعية وهنا نجد أنفسنا في الفخ للأسف الذي لم تستطع حكومة ماريانو راخوي معالجته ولم تستطع أن تقدر أي حل بديل سوى التدخل العنيف وهو للأسف مرشح للتصعيد لأن الرغبة الحقيقية للشعب الكتالوني عبر عنها البارحة وبمقابلها هناك رغبة الدولة المركزية في إبقاء حدود إسبانيا كما هي وعدم المساس بأي حدود في أوروبا الغربية وهذا الأمر يعني طبعا بريطانيا هنا نتحدث عن دور رئيس حكومة ماريانو راخوي والحزب الشعبي المحافظ هذا الاستفتاء أيضا أنه يؤدي إلى سحب التصويت من هذه الحكومة وأيضا من حزبه وسيضعف بشكل أو بآخر هذا الدور تحديدا ما يعني بعد دورتين في العام 2014 وهذه الدورة قد تحقق هذا الانفجار السياسي في بدريد الانفجار السياسي لن يكون في مدريد سيكون في خارج العاصمة الإسبانية لأن الضغط لم يأتي من مدريد هناك نوع من التوافق داخل البرلمان الإسباني حول ما يمكن أن تقوم الحكومة تقديمه أو عمله ولكن هناك نوع من العدوى المستشرية في الجسم الإسباني والجسم الفرنسي كذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحكم ذاتي هناك مناطق لم يتحدث عنها الصحافة لم يتحدث عنها الحكومات إن كانت حكومة فرنسية والإسبانية ولكن هناك خطر حقيقي على أوروبا على وحدة الأراضي في داخل كل دولة لأن الحكومة المركزية لم ترى نفسها إلا في دور القمعي أو الدور السلطوي بدون أن يكون هناك نوع من التوافق وتطبيق للديمقراطية الحقيقية بما أن الاستفتاء غير دستورة وغير القانوني فلماذا منعه؟ لماذا التدخل بهذا العنف؟ كان الحريب الحكومة على الأقل أن تتركه كما هو دون أن تعطيه أي وزن ودون أن تعطيه أي ثقل ولكن هذا التدخل عني فإذن لناه البارحة أولا يعيدنا إلى عصر فرانكو حكم فرانكو وثانيا يعني أن الحكومة الإسبانية ليس لها أي حل أو أي بادل يمكن أن تقدمها سواء العنف للرد على مطالبات شعوبها والشعب الكتالوني له خاصية معروفة كما هو الحال بالنسبة للشعب الباسكي ولكن أيضا المعارضة في الداخل تتهمه بسوء إدارة هذه الأزمة عندما تجاهل بداية واليوم الحكومة ترفض نتائج هذا الاستفتاء هذه المواجهة أيضا الداخلية تقوي موقف المعارضة ضد حكومة رخوي لن تكون هناك انتخابات مسبقة لأن الوضع لا يسمح بذلك أولا وثانيا لأن هناك إجماع بأن تستمر الحكومة على أدايا الحالي وليس هناك من بديل في جميع الأحوال حتى لو كانت حكومة يسار في مكان الحكومة اليمنية المحافظة الآن لما كان لديها أي بديل للحلول التي قدمت حتى الآن لماذا؟ لأن المحكمة الدستورية في عام 2010 هي التي نقضت ما عطته القوانين لعام 2006 بالنسبة لكتالونيا لذلك ليس هناك من سلطة أعلى من المحكمة الدستورية ولا يمكن لأحد أن يتراجع عنها تفضل المعارضة في الوقت الحالي أن تبقي الأمور كما هي كي تسوء أكثر للأسف كي يكون هناك لها فرصة لاحقا وليس حاليا للوصول إلى الحكم ولكن دون تقديم أي حلول بالنسبة لإسبانيا بشكل عام ولا بالنسبة لكتالونيا وفي هذا الوقت كتالونيا تلعب على الوقت لأن الوقت يجري صالحها ستكون هناك إجراءات تتخذها الحكومة طبعا من طرف واحد الحكومة الكتالونية وهذا قد يلزم الباقي اللاعبين إن كانوا أوروبيين وإسبانيا والفرنسيين باللحاق بها والمحاولة لإيجاد حال ما البحث السياسي والقانوني منافل كيراني كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك